انا جاي اقولك النهاردة انا مين وهقدم لك ايه اولا انا اسمي مستر دمبكس وشغال صنع لعب وده ستوديو دمبكس وبدأت القصة يا صديقي ان في خلال رحلتي في المهنة دي جالي اسئلة كتيرة جدا واغلبها بيتمحور في سؤال واحد وهو ابدأ منين ولما لقيت الموضوع مطول وكل شوية اكرر نفس اجابتي بس لشخص مختلف وقلت ما بتدهاش بقى وبدأت دمبكس ستوديو اهلا بيك في ستوديو دمبكس هنا هنتكلم في كل حاجة لها علاقة بصناعة الالعاب وتخصصاتها الكتيرة وتطوير المهارات بشكل عام وادارة وتنظيم شغلك وازاي تبدأ مشروعك الخاص وايه الوسائل اللي ممكن تحصل بها على تمويل من مستثمر وازاي توصل للمستثمر اصلا وتقنعه بلابتك وازاي تقدم وتتقبل في شركة براء اجدبية وهنتكلم على الحرام والحلال بالتفصيل في مجال الالعاب من غير ما يجيب حاجة من كيسي وكله بالمصادر واخيرا لو حابب تبقى فيتيوبر وتفتح استوديو زاي ده هشرح لك كل شيء انت محتاجه يعني من الاخر الاستوديو ده معمول عشان يخدمك باكتر معلومات مركزة تعرف تجد بها شغفك وتوصل لهدفك ومش عايز طول عليك قول طول السؤال الاساسي بتاع الحلقة دي هو زاي ابدأ في مجال صناعة الالعاب شوف يا صاحبي انا خايف ان اجابتي دي تزعلك زاي ما زعلت ناس كتير قبلك واللي اجابة هي انك هتبدأ من اليوتيوب دايما اللي بيسألني السؤال ده بيبقى متوقع ان انا معايا المفتاح السحري للباب السري اللي بدأ منه عتولة المجال لمجرد ما بيسمع مني الاجابة وهي اليوتيوب بيصاب بخيبة امل وبينظر ليا كأن الشخص الدحيح اللي بيخبي عنه مصادر مذكرتي شوف يا صاحب اليوتيوب هيبقى مصدر علامك الاول من اول ما تبتدي في المجال لحد ما تبقى محترف وشغال فاتخانها شركة وعاوزك تركز معا دلوقتي علشان الكلام التقيل جاي الاول لازم تقرر انت هتتخصص ايه في وسط عشرات المجالات الموجودة هتديك امثلة على المجالات دي مثلا الجيم ديزاينر هو واحد درس السوق كويس وموسوعة في الالعاب تحسه قموس متحرك عنده الموهبة ازاي يدهش اللعب بتجربة جديدة ومعها الافكار اللي تخلي اللعب مستمتع بكل لحظة وهو بيلعب اللعبة يعني من الاخر بيخترع ويكتب كل تفصيلة في اللعبة قبل ما تتعمل وما تظنش ان الشغنانة دي سهلة لان الشاطرين فيها قليلين جدا 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 ومش كل من قلع على نفسه جيم ديزاينر بقى جيم ديزاينر وبيدوق رحلة عذاب على ما بيزبط للناس ان هو مميز فعلا والشغلانة التانية وهي المبرمج صفات المبرمجين ان هما بيبقوا عشاق لحل المشاكل ومعندوش مشكلة انه ينعزل جوا الكهف بتاعه بالاسبوع لانه مندمج في عشقه البرمجة بس المشكلة هنا ان البرمجة في مجال الالعاب تخصصتها كتير جدا وصعب سردها وهيحتاج لها حلقة لوحدها وبيظن بعض المبرمجين خارج تخصص مجال برمجة الالعاب ان برمجة الالعاب مليانة حسابات رياضية صعبة جدا ولكن ده غير صحيح فبرمجة الالعاب فيها حسابات رياضية بسيطة جدا ونادرا ما بنلجأ لاستخدام معضلات صعبة وعندك مجال الانيميتور وهو فن التحريك سواء كان شخصيات او عربيات او اي شيء بيحتاج الداع وتخيلوا عميق في تفاصيل الحركة وعندك التكنيكا الانيميتور وهو اللي بيأسسه ويجهز ادوات الشيء اللي محتاجي يتحرك للانيميتور وبيستدم الشغل من الانيميتور بعدما الشغل يخلص علشان يدمجه في اللعبة وفي معظم الاحيان بيبقى فاهم برمجة وعندك بقى شغلانات تانية كتير زي الانفيرومينتال ارتست واللايتينج ارتست والتكنيكا الارتست والموديلر وعشرات التخصصات التانية اللي ان شاء الله هتكلم عن كل تخصص ذكرناه او حتى ما ذكرناهش في الفيديو ده ونتكلم عنه بالتفصيل في الفيديوهات الجاية ويا صاحبي الخطوة المتعبة في البداية واللي ممكن توجع قلبك شوية انك تجد شغفك في وسط التخصصات وتلاقي التخصص اللي مناسب لشخصيتك وعالك واخيرا في شغلانة واحدة واللي بتجمع كل التخصصات دي كلها في تخصص واحد اسمه jack of all trades يعني بتاع كل حاجة ده يبدو لك انه حاجة جامدة وهو فعلا حاجة جامدة بس بعد معاناة سنين كتير جدا وبيترفض من معظم الشركات لانه مش متخصص في شيء معين ولكن يا صاحبي بعد سنين بتحول لتنين في مجاله ويقدر يبدأ عمله المستقل ويبقى indie game developer او صانع العاب مستقل والاهم من ده كله قبل ما تخش المجال ده لازم تعرف كل حاجة حرام ممكن تواجهك عشان كمل امور محرمة كتيرة جدا فممكن تكتشف بعد فوات الاوان ان دخولك المجال ده كان غلطة فبناش نسبة الاحداث ومش عايز اطول عليك الفيديو ده اكتر من كده اكتب لي في الكومنتات لو ليك اي تعليق سلبي او ايجابي عن المحتوى لانه هيفرق معايا جدا وانت لو زميل في المجال ياريت تكتب لي تخصصك لانه شيء ساعدني جدا جدا ان اتعرف عليك بس سلام